يمكن هذا الرئيس من كلمة سر وفتح او الملفات ونستخدم طريقة للحياة سرية التعليمات لكي لا يتمكن من التعديل هذه التعليمات وفي كلمة سر ودخوة تعديل التعليمات نستخدم حقوق المسجد للفايل ونستخدم حقوق المسجد ثم نختار general options من هذه القائمة وبصورة always see backup سوف يتم عمل نسخة قصصية من الملفات في كل مرة تخدم بها الامراتيز لحفر الملف في الخانة password open يتم إدخال السر التي يخدم لفتح العمل سوف نقوم بإدخال تلك السر في هذه الملفات وفي الخانة password clarify يتم إدخال السر التي يخدم لحفر الملفات التي نقوم بإجرائها على حفر العمل وفي الكلمة السر الأخرى داشتنا وبإستخدم read only demanded فإنه يفتح ملف عمل سوف نقوم بإدخال السر سوف نقوم بإدخال السر سوف نقوم بإدخال السر كما لا يوجد إدخال فقط read only الآن نضغط only سيظهر أمر بالتالي comfort سوف نقوم بإدخال السر فسوف نقوم بإدخال السر بفتح الملفات مرة أخرى ثانا ونقوم بإدخال السر بحفر تعديل الخلف نقوم بإدخال السر والآن نقوم بإغلاق هذا الملف لتجربة ذات الحماية التي قمنا بها على هذا الملف فنفتح المسجلة ونفتح البروج ثم نفتح الملف مرة أخرى بفتح القرارة فايل واكتيار اسم الملف من هذا الملف سيظهر الوضع حواري باس للسؤال عن كلمة السر ونفتح بفتح هذا الملف فإذا كانت الملف الذي حدث هذا الملف لا يعلم كلمة السر فلن يتم من فتح هذا الملف والآن نقوم بإدخال السر الخاص في فتح الملف ثم نفتح اوكي فيظهر الوضع حواري باس مرة أخرى بفتح عن كلمة السر الخاصة بالسماح لتعديلات عن فتح العمل نرى هنا المفتح الملف وبالضغط هذا المفتح سيتم فتح الملف كملف في فتح فقط ويجب هذا المفتح سيتم فتح السماح لبقاء الأشخاص بقراءة الملف فتح دون تعديلات عن طريق أهتم كلمة السر الخاصة بفتح الملف فقط فتح الملف في فتح الملف فيجب يقوم كلمة السر الخاصة بفتح تعديل الألس ثم نقوم على إدخال كلمة السر الخاصة بفتح تعديل الألس في هذه الخاصة ويجب فتح الملف في الناس ثم نقوم على إجراء تعديلات على السر الخاصة بفتح هذه التعديلات شكرا 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 شكرا